رسالة موجهة للرأي العام السويدي والصحاف والإعلام السويدي ومنظمات حقوق الإنسان بسبب ما أتعرض له منذ أن تظهر أنا أتعرض للضغط وأسلوب المساوة على حرية من قبل الشرطة السويدية فجأة وبدون أي مقدمات وقف شاب قدام المسجد المركزي في السويد وقام بالتعدي على المصحف الشريف والمفجأة بقى إن الشاب ده عربي لاجئ من العراق وفي كامل قواه العقلية واتحدى كل الأعراف والتقاليد ومش ندمان على اللي عملوا وبعد ما الدنيا تقلبت كل الأمور اتغيرت والشاب ده بقى بيستغيث تعال أقول لكم إيه اللي حصل وإيه سبب استغيثت سلوان موميكا طبعونا للنهاية وقف شاب قدام المسجد المركزي في ستوك هولم المدة يوم وتعدى على المصحف الشريف وده بعد موافقة المحكمة السويدية وده كان بالتزامن مع بداية عطلة عيد الأطحى سنة 2023 وقالت الإزاعة العامة السويدية إن الشاب اللي طلب الإذن بالتصرف ده هو لاجئ عراقي من سنتين في السويد وعمره 37 سنة واسمه سلوان موميكا اللي أعرب عن رأيه المعادي للإسلام في العلن سلوان اتولت في قضاء الحمدانية التابعة لمحافظة نينوى شمالي العراق اللي غالبيتها بيتبع الديانة المسيحية السريانية واتنقل بعد ما خلص دراسته الابتدائية مع عائلته لمدينة بغداد واتنقلوا بعد سنتين كلهم لمدينة أربيل في كيردستان العراق انضم سلوان بعد اجتياح تنظيم الدولة الإسلامية في محافظة نينوى ومدن أخرى عراقية في سنة 2014 انضم لفايصل مسلح مسيحي التشكيل معروف باسم بابليون وانشق عنه بعد فترة قصيرة سلوان بيعرف نفسه على صفحته بفيسبوك بأنه عراقي، لبرالي، علماني، ملحد مؤسس ورئيس حزب الاتحاد السرياني من سنة 2014 لـ 2018 وهو عضو في حزب ديمقراطو السويد وأعلنت السلطات العراقية إنها هتلحق في العاصمة السويدية وهتتحرك لاسترداده ومحاكمته فأسرع وقت وسمح رئيس مجلس القضاء فوق زيدان باتخاذ الإجراءات القانونية ضد سلوان عملا بأحكام المادة 14 من قانون العقوبات العراقي النافذ كمان طلب من رئيسة الإدعاء العام بالتنسيق مع محكمة تحقيق الكرخ الأولى بإكمال الإجراءات القانونية لطلب استرداد هذا الشخص ومحاكمته وفق القانون وأدانت دول لأغلبية مسلمة ما قام به من إساءة للمسلمين في السويد وانتقدت دول الشرق الأوسط بما فيها العراق وإيران والمملكة العربية السعودية ومصر التصرف ده واستدعى المغرب والأردن سافري إلى ستوكهولم كمان استدعى المغرب القائم بالأعمال السويدي في الرباط وبعد أسابيع كشف العراقي سلوان ماميكا إن الشرطة السويدية سحبت منه الحماية وخلته فريسة سهلة للمسلمين وقال العراقي في فيديو تنشر لي على تيك توك الشرطة السويدية حولت مساومة حريتي مقابل حمايتي وأخبرتني إنه يجب أن أتوقف عن انتقاد المسلمين وإنه يجب أن أتوقف عن التظاهر ووصلني إنني مهدد بفتح ملف لجوئي من قبل مصلحة الهجرة وتعرض كمان لضغوطات كتير يجي بقى للدوافع اللي خلته يحرق المصحف وتواصلنا مع أشخاص اتعامل معاهم سلوان وكان معظمهم رفض يتكلم بسبب خوفه من عمليات انتقامية في المستقبل لحد لما تكلم واحد منهم ورفض إنه يذكر اسمه وقال إنه سلوكه عدواني ودايما كان بيقدم نفسه على إنه مدافع عن المسيحيين في إقليم كردستان وتسبب في مشاكل كتير للأسر وكان بيتكلم بالنيابة عنهم وبيهاجم المسؤولين وعرفنا مفاجأة كبيرة إن والده اسمه صباح متى وعيش في ألمانيا وقبل فعلته المشينة دي بتلت شهور أعلن برقته من تصرفاته وأفعاله بسبب مشاكل أسرية في النهاية بقى اكتبوا لنا أنتم رأيكم هل دي حرية شخصية زي ما بيقول والذي جريمة لبسة الكراهية والعنف بين الأديان السماوية ولازم يتعاقب عليها ترجمة نانسي قنقر